أستاذ حلمي ظاهرة المهرجنات حضرتك معترض على صوت أداء كلمات ألحان يعني في أصوات حلوة فيها أصوات حلوة عايز يطلع ونقول بالك هناك شذوذ غنائي إيه وشذوذ يجي من كلمة بدأت الجريمة بالكلمة كلمة ففيها على اليوتيوب تكتك مهرجنات أظن عارس عليها فوق 300 أغنية إذا قلت منهم أغنية لازم البوليسية أخدني طب إزاي الجمهور بيسمعوا ويدافع عنها ويشيبوا الناس السرزق يا جملة بقت كده طيب هل الجهل له ثقافة آه لما أجا أقول هو مش عارف يجاوب على كلمة مهرجنات يعني ليه لا بالله مش عارف أجاوب أستاذي تنطقي أعظم ما يخال في العالم وتقدمه هل تقدم في المهرجنات أعظم ولا أردام رأيك واحنا طالدنا عن الكلمة بتاعتنا أنا مش فاهم أردنا الكلمة يا حبيبي الكلمة دي اللي أطلقها مين أبو جهل ولا أمو جهل اللي أطلقها علم في في العلم كلمة مهرجنات إلا في القيمة تقول مهرجنات تنطقي وتحطها طب بعيدا عن الاسم رأيك فيها أغنية شعبية خفيفة بلاش بلاش نسميها مهرجان بلاش نسميها مهرجان ركبنا بس هو بيقول لك أغنية شعبية خفيفة بلاش نسميها مهرجان حاجة فيها باور الناس حبيتها بالشارع ننت بتتكلم دلوقتي كويس طب نعرض ده بقى على مين على آآ آآ ما احنا بنقول النقابة ايه بنقول النقابتنا المحترمة اللي احنا بنحترمها طبعا على صوت سيداني شاكر بنقول هي تقانن الموضوع ده يعني باحنا بنقول دلوقتي ايه بنقول طبعا مرفوض خالص كل الأغاني البازيئة دي لا طبعا مش عايزينها خالص طبعا طبعا نرفضها خالص ما تقدرش تغنيها ولا بغنيها ولا عمر الثاني جاب كلمة مهرجان الحمد لله فأيه مهرجان غنيته أنا بنقول اللي احنا ممكن نعمل شعبة للناس دي ونقنن الموضوع وتعال يا فلان تعال يا علان تعال يا ترتاب ما تدهمش يا سيدي كاردينقاب هما مش مطربين طبعا هما معترفين بكده على فكرة هما ناس كلهم بقول لك هما مش مطربين ناس مؤدية فانت انت دلوقتي تعمل طب لو حرقت نقيب المطر لا ده الموسيقيين هتنتي شعبة بتحرفة نص النقابة نص الجمال العموية تطلع بارها يا استاذي اللي خالر ادينا طوارد بسمحوني دلوقتي انت عندك نص المسجلين انا بكلم انا عارف كلها انا حضر الظروف من زمان انا مش عال زوائر لسم في اللي بيغنوا في الصالح والطالح صح الطالح هياخد كرنيز زي الزي دي بقى يحسبه اللي جوه مش دلوقتي من ارتكب الجريمة في الاول عبدالحليم حابس لما كانت مكلسوم نقيبة الموسيقيين سقطته مكلسوم عندما كانت نقيبة الموسيقيين سقطته عبدالحليم ولكن هنا عبدالحليم مش اتى بزمن اتى باسلوب ايه هو كان المطرب اللي بيغني في اخر الصالح مش عايز ميكرافون لازم صوته يوصل لأول اللي صار خلاص جي عبدالحليم بالصوت البسيط دخل لغة جديدة علينا لغة التعبيرية الاحسان التعامل مع المعاني ولاس ما يكتب فعبدالحليم لما كان يقف تاني 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 تشوف تاني في اسلوب ادائي هل كلمة تاني تغير فيها حاجة ولكن لما جيه قلها قلها بحسية بمخرج لبس باسلوب فبقعد الحليم مالك الله عاطيك او العندليب الاصمر هل العندليب حاج مودي ولقب باسمر ليه لانه ابن النيل ابن الارض طب العندليب اللي بيغني دوت لربنا خلقه قبل الغنى قبل الخليقة طب كد فيه موسيقى قبل الخليقة العندليب خرير المياه صوت البر الرعد كانوا بيسموه الساوند لما جم رجال العلم قالوا الساوند افكت طلع مين هالدرجات الصوتية طب ليه الدرجات الصوتية سبعة دي موسيقى العالم كلها سبعة والارض السبعة والسماء السبعة الله 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 مش عايزة دخل ده في ده ولكن ليه سبع درجات هم موسيقى الشعوب بتميز الصين عن كذا عن الهند عن كذا عن كذا عن ننا العالم العربي اذا الاختلاف في الاساليب اللحنية في الاساليب الغنائية موجود من العصر الجاهلي كان فيه الغناء وكانوا بابطال الغناء الفرص في عصر الرسول كان فيه والمطربة الاولى الفارسية سارين الذي اهدية الى حسان بن سابت اختها بتغني وتقول بتعذف على حاجة اسمها القيان كان يومها خلاص الموسيقى موجودة للارتفاع بالزوء انما يوم الموسيقى تي طب جون هوليدي يوف يوم الايام ما كانش معهم لاجل انه بكسر الجتار ينزل من على المصر لما تكسر الجتار حتا فين هو فيه فن يعيش في وجدان الناس وانت اتكلمت كلمة عجبتني الزوء العام يوم يا رب يرتفع بالزوء العام مطرب زي عبدالوهاب غن كيلو بطر والجندول وبدو فلاقى نفسه بعيد انت حاجب لك الاجابة على السؤال للوقت قالك لا لازم اغني للقاعدة اللي تحت دي لان القاعدة دي نصيب منها كبير لهم الشعبيات فاغني ايه ترعيني اراطة رعيك اراطين وعلشان الشوك اللي في الورد احب الورد فلما غنى الطبق اللي تحت كان بتحب عبدالوهاب ولكن عشقته وشالته وطلع به بقى مطرب كل الناس نتيجة هل الشعبية هنا لفظي انت ما جاوبناش على السؤال لما قلتلي لا الشعبية انا بعرف ان فلان لا في الشعبية عندنا قلت نقسم الى اربعة الكلمة يا حلو صبح يا حلو طل فبليه بنادي المرأة بصيغة المذكر لكي لا اخدش حياءها يولا اخوي وما نخدش الحياء والبيوت ده ايه يا حلو صبح عشان ما الفدش نظر ابن البلد اللي في الشارع ان انا بغني البنت اللي انا بحبها فقلت صيغة المذكر للبنت فاصبح كل الاغاني الشعبية بصيغة المذكر هل اتكلمات دي كل الكلام ده كل الكلام ده لانه عارسنا طبع بس الادرات خلاص الزمن اتغير الغنى كله استاذ مش عبوهاب ومحليم ومكلسوم ده طبعا مطلوب جدنا بس مش كل الغنى كده ومش مطلوب يبقى كل الغنى كده عارسنا الراجل اللي في الحارة حضرتك ورجل بتاعة التوكتوك واللي في زماننا ده والشاب اللي طالع مايفهمش الكلام ده كله حضرتك اتفاهموا جيت نظري هو مايفهمش الكلام ده كله كل الكلام ده جميل وعرصنا وفقرصنا نجحت نجاح محدود خلاص لقيت الدنيا مشة في سكة تانية يعني انا لقيت الدنيا مشة في سكة تانية انا حبتك في اغنية سكر محلي طوال الحمد لله لما انت كنت بتظهر حسن نشكوش لا هطلع بس نشوف